السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندك مشاكل مش عارف كيف تحلها عندك مرض مش عارف كيف تتعالج منه والأطباء مش عارفين كيف يعالجوك عندك شخص تحبه مرة ومريض عندك شي متعطل في حياتك متأخر في حياتك تبغى يتحقق لك أشياء كثيرة كلنا نحملها صح؟ دعوني أعطيكم هذا الحل الجميل جدا 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 قبل فترة ذكرت لكم حديث يحيى بن زكريا عليه السلام لما أمر الله عز وجل بخمس أوامر وقال له يأمر بني إسرائيل بها وذكرت لكم واحدة من هذه الأوامر اللي كانت ذكرى الله اليوم حد كلكم أمر ثاني من الحديث نفسه وجميل جدا أن في الحديث هذا فيه تشبيهات يعني كده تحس أنك تتخيل الموقف سبحان الله يقول يحيى عليه السلام وآمركم بالصدقة ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه فجعل يقول هل لكم أن أفدي نفسي منكم؟ وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه يقول أنه سبحان الله تخيلوا هذا الموقف شخص أسروا أعداؤه وربطوا وحطوا يده عند عنقه يعني رابطينه مع بعض وقربوه ليضربوا عنقه يعني يبقى يكتلونه خلص ما بقى بينه وبين الموت إلا شعره فقوموا وإيش يفتدي بنفسه يقوم يدفع مبالغ كثيرة وقليلة حتى يفدي نفسه ويطلعونه من هذا الشيء ويقول هي كده الصدقة الصدقة أيضا أنت مربوط بأشياء معينة في حياتك عندك مشاكل معينة عندك تعطيلات معينة عندك أشياء متأخرة عندك في حياتك تبغى تفك هذا الوثاق تصدق عندك مرض مستعسي تصدق عندك شخص تحبه مريض تصدق تمامت علي؟ وكمان في حاجة جميلة جدا عن الصدقة صراحة قرأتها وعجبتني جدا جدا خليني أشاركم فيها أن صدقة تطفئ الخطيئة تطفئ الخطيئة في القلب سبحان الله الإنسان يكون فيه ذنب مش قادر يتوب عنه وهذا الذنب سبحان الله كأنه شبهه كأنه فيه نار في قلبه يتأججه حب هذه المعصية في قلبه فلما يتصدق ربي يطفي هذه النار في قلبه لهذه المعصية فيصير ما يحب بيسويها مرة ثانية خلاص يشفى من هذه المعصية ويقدر يتوب لي الله عز وجل فهذه أيضا فائدة ثانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر